وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الْنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجاله يعرفون كلهم بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَا هُمْ قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يوم القيامة له أسماء كثيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض هذه الأسماء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا ومن أهم هذه الأسماء رغم أنه ذكر في القرآن مرة واحدة لكنه اسم له مدلون خاص جدا اسم يوم التناد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِدِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِي ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذا اليوم اسمه التناد لأنه يمتلئ بالنداءات أكتر النداءات دي ذكرى ويمكن لفظ النداء تكرر في موضع واحد في القرآن أو في سورة واحدة أربع مرات ومعنى الأذان أيضا في نفس السورة مرتين وهذا الأمر وهو في سورة الأعراف يولي لك قد إيه قيمة هذا الاسم الناس في يوم القيامة بتنادي وبتنادى أنت ممكن يوم القيامة تنادى وأنت نفسك تنادي الموضع ده من سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن أهل الجنة والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودو دي أول لفظة لها علاقة بالنداءات التي تكون يوم القيامة أهل الجنة هينادوا ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون أهل الجنة كانوا أصحاب أول نداء من نداهم الملائكة الصالحين رب العالمين سبحانه وتعالى أقوال كتير في هذا النداء ونودوا أن تلكم الجنة ده هنا نداء بشارة أورستموها بما كنتم تعملون بعد كده هم نفسهم بقى هينادوا هينادوا مين أول نداء لأصحاب الجنة هم نفسهم في هذا المشهد المشاهد القيامة بينادوا أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أصحاب الجنة ينادوا وأصحاب النار يجاوبوا قالوا نعم لما يتسألوا السؤال ده لما أهل الجنة ينادوهم أن قد وجدنا كل اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به كل الخيرات كل اللذات كل البركات اللي موجودة في الجنة ربنا سبحانه وتعالى صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فبيجوا ينادوا بقى أصحاب النار اللي كانوا في الدنيا بيتعالوا عليهم بيتكبروا عليهم بيؤذوهم بيستضعفوهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن والأذان نوع من النداء أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظليم نداء آخر في إعلان بقى هنا إعلان أن لعنة الله أي البعد عن رحمة الله عز وجل تكون على الظلمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب النداء ده ما كانش نداء مباشر النداء ده كان فيه بين أهل النار وأهل الجنة حجاب بين أهل النار وأهل الجنة سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم المنافقين هينادوا في اليوم ده أيضا ينادونهم ألم نكم معكم لكن هنا النداء اللي كان بين أهل الجنة وبين أهل النار كان فيه حجاب هذا الحجاب بعض العلماء قالوا هو هو اللي هنسمعه دلوقتي بقى هو هو الأعراف الأعراف هو المكان المرتفع مكان عالي أهل النار أهل النار ملهمش شرف أن هم يشوفوا أهل الجنة أن هم يبصوا عليهم أن هم ينظروا إلى النور الذي معهم المنافقين ممكن في البداية شوفوهم يقولونهم انظرونا نقتبس من نوركم النور اللي بيسعى بين أيدي المؤمنين لكن أهل النار لا أهل النار وراء حجاب مرتفع كأنه عرف عالي جدا محدش قادر يشوفه بس فوق هذه الأعراف في رجال رب العالمين قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف اللي هي أعلى حتى في هذا الحجاب في هذا الصور الذي بين أهل الجنة وأهل النار في رجال في ناس وهم دول اللي هنتكلم عنهم أكتر بالوقتي وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم العلماء لهم كلام كتير جدا مين اللي في المشهد ده من مشاهد يوم القيامة مين أهل الأعراف دول أهل النار وأهل الجنة معروفين وواضح جدا أهل الجنة اللي حسناتهم زابت اللي خيراتهم ارتفعت إن ميزانهم كان ميزان الخير أعلى وأفقل من ميزان الشر فربنا سبحانه وتعالى أدخلهم برحمته إلى الجنة وأهل النار المقابل اللي غلب تسيئاتهم اللي غلب كفرهم اللي غلب جهدهم أيا كان الشر اللي كان بداخلهم هو اللي غلب وبالتالي كانوا من أهل النار أهل الأعراف بقى العلماء لهم كلام كتير جدا فيهم بعض العلماء ذكروا إن أهل الأعراف هم أصحاب الكبائر من أهل القبلة وبعضهم قالوا لأ أصحاب المعاصي من أهل القبلة اللي ما كفرتش عنهم معاصيهم في الدنيا سواءا بالمصائب سواءا بالألام سواءا بالابتلاءات فاضطروا أو إن هم يعني حصل نوع من أنواع البقاء لهذه المعاصي فاستوت مع حسنتهم ولم تدخلهم الجواه وده أرجح الأقوال في بعض الناس قالوا هم اللي استشهدوا في سبيل الله لكن كانوا بيجاهدوا بغير إذن أهلهم وأقوال كثيرة أرجح هذه الأقوال وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا حزيفة وسيدنا عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والضحاق وغيرهم من أهل التفسير قالوا دول اللي استوت حسنتهم وسيئتهم ويشهد لهذا القول الكلمة اللي سمعناها دلوقتي يعرفون كلا بسيناهم هم أنا عايزك تتخالي المشهد هم على الأعراف بين الجنة والنار وشايفين أهل الجنة وشايفين أهل النار بس هنا اللفظ ما قالش مجرد الرؤية قال يا عارفون هم عارفين أهل الجنة هم عارفين أهل النار الناس دي ما قررتش القرار بتاعهم في الدنيا ما كانش قرار حاسم ما فصلوش هم معمين من الناحيتين يعني عارفين أهل الجنة لأنهم بيشوفوهم كانوا موجودين ممكن يكونوا اشتركوا معاهم في أعمال خير في الدنيا ممكن يكونوا كانوا معاهم في أعمال البر وفي مواطن الطعاط وممكن يكونوا كانوا بيشوفوهم في المساجد فعارفينهم يعرفون كلا بسيناهم وعارفين برضو أصحاب النار عارفين برضو أهل المعاصي دا معنى ايه؟ معنى انهم ما كانوش بمعزل عنهم ما كانوش بعيد عن مواطن الفتنة ما كانوش بعيد عن مواطن المعصية يعرفون كلا بسيناهم ويبدأوا هم هنا في اللحظة دي نداء ونادوا أصحاب الجنة أول نداء ليهم هيكون أصحاب الجنة ويكون نداء سلام يكون ده تسليم على أهل الجنة هم ميالين لأهل الجنة نفسهم يكونوا من أهل الجنة والراجح أن هم فعلا في لحظة من اللحظات هيكونوا من أهل الجنة بس اللحظة دي ممكن تتأخر شوية هنقول دلوقتي لكن الفكرة الأساسية أن هم ميالين في اللحظة دي تحديدا حتى لو ما كانوش في الدنيا حاسموا قرارهم بس في اللحظة دي طبعا مشهد أهل الجنة هو المشهد اللي نفسهم يكونوا جزء منه اللي نفسهم يكونوا موجودين فيه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم شوف الكلمة اللي جاية بقى لم يدخلوها وهم يطمعون في أحد الروايات المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الذين استوت حسناتهم وسيئتهم لا تسألش عن أهل الأعراف قال اتسأل عن الذين استوت حسناتهم وسيئتهم والحديث حسنوا بعض أهل العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يدخلوها وهم يطمعون تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء من هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به في هذا السياق النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل استعمل اللفظ ده لم يدخلوها وهم يطمعون اللفظ ده يلخص لك الحالة الكاملة اللي موجود فيها أهل الأعراف لأن ببساطة بعض الناس ممكن تستهوا ان شاء اقول لك ماما بنا ما هيخشوا كده كده في النهاية ما ايه المشكلة يعني نقف على الارف بل الحقيقة قالت لي الكلمة دي اه وانا في الجامعة وكان استاذ مشهور جدا بمعاداته لكل سمت اسلامي فكنا ندخله في الشافة وكده يقعد ايه التاريق علينا شوية عشان اللحية وكده ويبدأ يتكلم فبوسط الكلام مور قالها صريحة قال انتو يعني شايفين نفسوكو يعني انتو كده طائعين وانتو كده طب احنا يا عم من اهل الاعرف وقالها بهذا الاستهزئ حقيقة لو هو مدرك لكلمة وهم يطمعون ومدرك قد اين يوم الايامة ممكن يطول على بعض الناس ممكن يمر على البعض كالف سنة ممكن يمر على البعض كسنة وممكن يمر على البعض كخمسين الف سنة يا طرق اهل الاعراف هيكونوا انهي نوع يا طرق اهل الاعراف هيعودوا الواحد لما بيقى مستني نتيجة امتحام مهم والله بتبقى الليلة اصعب ليلة فانا عارف بكرا بكرا مثلا نتيجة السنوية العامة بكرا نتيجة مثلا الامتحان اللي انا دخلته او الانترفيو اللي انا عملته او ايا كان لو حبيبا مش عادر ينام لان الانتظار صعب اهل الاعراف في اللحظة دي في اللحظة دي هم ما يعرفوش هم من اهل الجنة ولا من اهل النار في اللحظة دي هم بيبصوا على ناحيتين ونفسهم يطمعون فتخيل لو هم كانوا من اهل الجنة كان ربنا قال اهل الجنة لكن ربنا قال سماهم اسم تاني اهل الاعراف ففي اللحظة دي هو مش عارف تخيل انه يفضل قاعد مش هقول سنة انا هقول يوم شهر وشايف اللي بيحصل في اهل النار وشايف النعيم اللي في اهل الجنة وسامع كل الشوية ان فلان ابن فلان سعدة سعادة لا يشقى بعدها ابدا فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبور سامع الندقات يوم التناد وهو بيتنادهش هو بينادي ونادوا صحاب الجنة ونادوا صحاب الجنة نادوا فعند أصحاب النار هو ملادا في نادي لكن الرسة ما blessings of雨 عذاب الانتظار اهل الاعراف مش متنعمين على الاعراف اهل الاعراف منتظرين على الاعراف زى ما هو فى الدنيا كان منتظر ننتظر ايه مستني ايه مستني عشان تقرر مستني عشان تقول والله هو ده الطريق الصح هو ده اللي انا مفروض امشي فيه هو دي الطاعة اللي مفروض اسلك سبيلها مستني ايه هو فضل مستني في الدنيا فهيفضل مستني برضو في اللحظة دي لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون قد ايه قلبه بيتحرق شوقا قد ايه قلبه بيتقطع نفسه يكون موجود مع اهل الجنة شايفهم ونادوا اصحاب الجنة وعارفينهم ما احنا كنا معاكم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وهي ده صرفت ابصارهم وشوف صرفت دي البناء هنا للمجهول معناه ان هو مش عايز يبص هناك هو مش عايز يشوف اهل النار هو خايف من المصير ده هو معرفش ده هيكون مصيره ولا لا لكن هيصرف برضو كنوع من انواع برضو مش عايز اقول العذاب لكن الجزاء جزاء الانتظار الطويل جزاء عدم اتخاذ القرار جزاء عدم حسمه مش عايز يحسم امره ليه فيصرف نظره الى صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار هم دلوقتي عارفينهم برضو تلقاء اصحاب النار شافوهم وعارفينهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب مش عايزين المصير ده بيدعوا في اللحظة دي خايف الخوف عذاب اخوانا والانتظار عذاب واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار لا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى نداء تاني نداء تاني من اهل الاعراف ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بثيماهم ايوا احنا عارفين الناس دي عارفين المتكبرين دول عارفين اللي كانوا بيفسدوا في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قالوا انهم هم المفسدون ولكن لا شعرون احنا عارفينهم بثيماهم ظاهرهم باين بيهم سيماهم ظهرة شرهم طافح على وجههم فيبدأوا يقولوا ينادوهم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الجمع اللي انتوا كنتوا فيه الاستكبار اللي انتوا كنتوا فيه على الناس التعالي اللي كنتوا فيه في الدنيا عملوكوا ايه في اللحظة دي وانتوا من اهل النار ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء يشولوا بقى تاني على اصحاب الجنة اللي نفسهم يكونوا منهم هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ايوا في الدنيا كانوا بيقسموا في الدنيا كان المستكبرين بيقولوا لا 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 مستحيل مستحيل الناس دي مستحيل الفقراء مستحيل الضعفاء مستحيل هؤلاء يكونوا هم افضل مننا اذكر نفس الاستاذ برضو قال لي كلمة مرة كده هو معادي بيقول لي انت فاكر ان الفقر دول هيخشوا الجنة الجاهلة دول هيخشوا الجنة دا لو دخلوا يدخلوا عشان يكنسلنا الجنة بنفس اللفظ والله ايوا في ناس بتفكر كده في ناس بتفكر ان هو مقياسه الدنياوي او معياره الدنياوي عشان هو عالي في الدنيا فيبقى لازم في الاخرى برضو يبقى كده لا دا اللي قاله صاحب الجنتين صاحب الجنتين لما دخلت جنته هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ليه عشان هو فاكر ان هو دا المعيار الوحيد الدنيا ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوبة ما سقى الكافرة منها شربة ناء الدنيا مش معيار لا اي حاجة ان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب اللي اختار اللي اجاد اللي حسم عايز تسمع الايات دي بقلبك فكر في حياتك انت انت اخترت ولا لا انت ممكن تكون من اهل العرف لسه ملأ لأ لسه بتفكر لسه ما قررتش لسه ما حسمتش ولا انت حاسم قرارك ولا انت اتخذت طريقك ولا انت سلكت سبيلك سبيل المؤمنين دا المعيار الحقيقي في الدنيا عشان كده يقول لهم ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون كل اسباب الاستكبار ما هو ما بيستكبرش من فراغ هو بيستكبر عشان قوي عشان له منصب عشان له مال عشان له جاه فهو عشان كده بيستكبر ففي اللحظة دي بيقول له طب امت اعملك ايه كل اللي استكبرت به ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم شو بيحلفوا في الدنيا لا يلالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون دي اعظم لحظة الانسان يحس بيها ان الخوف كلنا في الدنيا عندنا حاجات بتخوفنا ممكن في الدنيا تخوف من مرض تخاف من فقر تخاف من اي حاجه لكن في لحظة دخولك الجنة كل الخوف بيروح لا خوف عليكم ولانك اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين انا امانوا وكانوا يدخون لغم البشرة البشرة اللي احنا عَمَلِين أسمعها اهل الاعراف بيبشروا اهل الجنة اهل الاعراف بيقول للهم ادخнуть الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون تحزنون آخر نداء في نداءات سورة الأعراف ونادى أصحاب الناري النداء الأخير هيكون من نصيب أصحاب النار بس نداء يحسسك قد إيه سفول همتهم وقد إيه أملهم بتقل بتقل لغاية ما يبقى أقصى أمل اللي هينادوا عشان يطلبوا دلوقتي ونادى أصحاب الناري أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله عايزين بس شربة مي عايزين أي حاجة من اللي عندكم يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما نداء بقى من أهل رد من أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا غرهم كل اللي كانوا فيه في الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون النداء الأخير إن نداءات صورة الأعراف بيكون من أهل النار بيكون عشان شربة مية شربة مية وأهل الجنة بيتنعموا لأنهم قرروا صورة الأعراف ومشهد الأعراف بيحطك في هذه الخيارات يا طرح تختار إيه؟ يا طرح تختار المكان الآمن المكان اللي مفيش خوف ولا حزن فيه ولا المكان المقابل إن شاء الله ما لناش علاقة بالمكان المقابل ولا متردد وهتكون في الفريق اللي إيه؟ اللي عارفين النحيتين اللي شايفين النحيتين اللي أقصى كلمة تتألف حقهم وبكررها تاني وبختم بيها لم يدخلوها وهم يطمعون القرار قرارك في هذه الدنيا في هذه الدار عايز تكون من الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ولا تقرر بالوقتي أنك تدخلها تدخلها من هنا لأن في الدنيا جنة في الدنيا جنة الطاعة جنة معرفة الله جنة القرار قرار صدوك سبيل المؤمنين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا القرار وأن يثبتنا عليه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة